فكان فوز النادي الاهلي النهاردة مع الأداء الرائع ده كان مهم جدا طبعا فوز مهم جدا أنا شايف النهاردة الفوز ده 50% من بطولة الدوري لسه 50% التانية مكسبك على ودي دجلة ومكسبك على نادي زد في المطشين الجايين مش عايزين نستنى بقى أو نعتل في مطش أو نستنى وننتظر ننتاج الاخرين لا احنا الكرة في ملعبنا نكسب المطشين الجايين ناخد الدوري النهاردة عدنا يعتبر أصعب خطوة في الطريق للقب الدوري الفوز ده بيخليك برصيد 70 نقطة في الصدارة طبعا الحاجة التانية أنا شاير زي ما انت قلت الكابتن سامر تدخل الشوت التاني عدل طريقة اللعب شوفنا هدفين في أول 15 دقيقة المشكلة كانت في الشوت الأول احنا بدأنا بشكل كويس جدا أول ربع ساعة بس حتة صناعة اللعب في العمق كان فيها مشكلة خليك فقدة وسط الملعب شوية الشوت التاني هو كابتن سامر عبد الرحمن عمل حول اللعيب اللي هو شام مصطفى اللي هو الجناح الشمال دخلوا في عمق الملعب كارتكاس ثالث مع أدم سامير ويوسف إسلام ووضى إبراهيم عادل اللي هو كان بدئ به رأس حربة جنب حسام عادل حوله جناح شمال وعمر سيد معوض جناح يمين حتى لو جبنا الهدف التالت شوف التحولات شوف الجناح اليمين مين والجناح الشمال مين هتلاقي أنه عمر سيد معوض هو الجناح اليمين وإحشان مصطفى هو الجناح إبراهيم عادل هو الجناح الشمال وإحشان مصطفى دخل قصانع على العاب وقدام حسام عادل فواضح أنه هو عالج لبعض السلبيات اللي كانت موجودة في الشوط الأول فانزلنا الشوط الثاني قدرت أن أنت ترجع وتجيب هدفين في أول ربع ساعة واتكلمنا ما بين الشوطين هنا على دور كابتن سمر عبد الرحمن في الضربات الركنية والضربات السبتة دي من الحاجات المهمة اللي قلناها مدرب السبتة ودورها مدرب واضح أنهم حفظهم شغل كبير جدا حتى لو جبنا برضو الهدف الثاني سواء جبنا الهدف الثاني أو الثالث الهدف الثاني في شغل كتير الاتنين شغل مدرب واضح بصراحة بصمة كابتن سمر عبد الرحمن واضحة في الهدف الثاني والهدف الثالث للنادي الأهلي الفوز ده بيزودك خليني أقول لحديك رقم مهم جدا أن دي تاسع سلاسية للنادي الأهلي موليد 2006 في الدور السنة دي تسع سلاسيات يعني كسبنا تلت سلاسية بنتيجة تلاتة سواء الشرياء للدخان لإسماعيلي للاتحاد المقصة ودي دجلة الشرياء للدخان المقاولين المصري وبعد كده النهاردة الزمالك تسع سلاسيات لفريق 2006 ده رقم كواس جدا بنوصل للهدف 77 في 29 مباراة بمعدل هدفين وستة من عشرة دليل أنه عندنا قوة هجومية كبيرة ولكن أنا شاف أنه فيه برضو بعض الأخطاء الدفاعية اللي محتاجة كابتن سامر يقف عليها الفترة ويشتغل عليها الفترة الجاية وتأكيدا للكلام أنت الشرط الأول عمل خمس محاولات في الشرط الأول بس الشرط الثاني أنت عمل عشرة عمل الضعف فده تأكيد أن تغييرات هو حتى في التصريحات قال أن أنا غيرت طريقة اللعبة أكتر من المرة هو أصد أنه بدأ الشرط الأول مع بداية الشرط الثاني رجع للأربعة ثلاثة ثلاثة بحيث أنه يعالج مشكلة الكرة الثانية ومشكلة وسط الملعب اللي كان متاخد مننا في الشرط الأول طب تعالوا نحل مع بعض أهداف اللقاء النهاردة الهدف الأول اللي جي في الدقيقة التاسعة كابتن حشيش وهدف حلو جدا متابعة جيدة من حسام عادل من عرضية برضو رائعة من عمر سيد معاوض الهدف الأول كلمنا عنه يا كابتن حشيش طبعا السيد معاوض طبعا عمر وقف على كورته وبص لعبها بالعرض طبعا حسام رايح على العرضة الأورايبة سرق سرق المساك ورايح على الحتة الأورايبة حطها فيه العرضة الأورايبة أو في الزاوية الأورايبة طبعا تحرك وفيه واحد تاني كمان أعتقد ممكن يكون الانتشار جاي هشام برضو مكمل برضو عشان لو عدت من الأورايبة هلاقي نفسه برضو على البعيدة فدي برضو نموذج له الهجمة المنظمة والتكملة الهجومية عن طريق طبعا الاتنين واحد على العرضة الأولانية واحد على العرضة البعيدة لا ارجعوني بس الهدف الأول الكوة اللي حطاها بدماغه الهدف الأول الكوة اللي حطاها صام عادل الكرة بدماغه برضو خدت إيد الحارس ودخلت برضو مقدار الكوة كان مهم جدا طبعا بس البند لما لعبها بند خبطت يعني البند ده فرق توجيه هو قطع حلوة وقع بقايم القريب والبند هو كمان كابتن أحمد رووف مبيرح ما كنت بكلم معاه قال لي المدرب المساعد لكابتن سامر عبد الرحمن قال لي أنا بشتغل معاه لسه في القطع على القايم القريب وفي ضربات الرأس لسه بيتطوروا منه الحتة دي فدي ترجمة المجهودهم معاه بصراحة أن الراجل النهاردة بيسجل هدف عجبني البند اللي هو عمله طبعا التحرك والقطع على القايم القريب ده تحرك مهاجم كواس جدا وانتشار رائع كمان من هشام مصطفى في إزاوة البعد يأكثر من واحد مكمل الهدف الثاني واحد من نجوم المباراة أحمد محمد عبدين ده مدافع ما شاء الله بيمتاز بالهدوء بتحضير الهجمة بالطول كمان بيظهر النهاردة في لقطة مهمة جدا إحراز الهدف الثاني هدف التأمين للنادلة واضح يا أسامة أنه هو دي حاجة متفق عليها لأن الكورنر ما تلعبش من مرة واحدة على طول بيرجع للباك البكريت بيحطها على البعيدة بحيث طبعا بيستغل أن دايما الديفنس وضع طبيعي لما الكورنر بيرجع الوراء الديفنس بيطلع لقدام شوية بقى كل تركيزه ناحية الاتجاهة الكورة وهي جاية بيبقوا سايبين الحتة البعيدة فالتكملة أن أكتر من واحد كمان غير أحمد عبدين وقفين على البعيدة كنترول اللي عمله كورة تحت رجله ويحطها بطن رجله فيه رد الفعل السريع ده طبعا هو ده تلاتة ربع الجون يعني قلنا للكورات السابتة يا دكتور سابت دور مهم جدا تحل مفتاح هجومي مهم اللي فعلها الفين و ست ارجع بس لللقطة من أولها هو هنا عامل تاكتك هو موقف تلاتة ارجع للبداية في الضربة الركنية بداية الركنية الأول أعمارة حنلاقي فيه اتنين لعيبة واقفين استنى هنا وقف هنا هو هنا موقف اتنين لعيبة على الضربة الركنية ده تاكتك هنا التاكتك ده بيتسموه تلاتة لعيبة على الضربة الركنية اتنين واقفين واحد وقف على الخط برا عشان تتلعب لللعب اللي جاي ده يقوم رفعها على البعيدة ليه؟ عشان زي ما كابتن محمد قال اللعيبة تتحرك وفي نفس الوقت عددهم بيقل انت بتدي فرصة والراجل يحمد اللي واقف جنب الكورنر لو انت قلت عليه ده واخد انتباهي ان الناس ان الوضع وعشان اسحب عدد اقل العدد مدافعين كامان كابتن محمد انت كده انت مطلع اتنين لعيبة من الزمالك برا وانت بتسحبهم كلهم وبعدين انت موقف من على البعيدة اطول لعيف الفرق احمد عبدين عندنا لقد خلي بالك دلوقتي عشان تستغل اللعبة في اللقطة دي عندك اربعة ابيض من لعيب نادي الزمالك في ناحية الكورة انت مطلع اربعة برا اللعبة ده ايه سببهم؟ ان فيه لعيب واقف وفيه لعيب واقف ورا فخلق فرحل عمل ناقص في مدافعين عدد الزمالك جوه المنطقة كل ما بتقلل عدد المدافعين جوه عشان تفرغ القلب بتفرغ القلب وبتزود المساحة للمهاجم ان هو يجيب جوه تكمل اللعبة بقى تكمل بص اتلعبت طبعا هو هنا كلهم جيرهم عشان ايه يلحقوا ويطلعوا اتلعبت لمن على البعيدة اللعيب اللي هو اطول واحد عندنا احمد عبدين قدر ان هو يسجل منها الهدف ورد الفعل سريع ان كرة تحته بحط بباطن رجله لانها كمان معدية من اتنين حاول لعبوها مساج بتاعنات الزمال لعيب كرة كويس اهوة كابتن محمد احمد عبدين ده لعيب بيحضر الهجمة بيفكرني بأحمد حجازي انا بيفكرني بدر بنون بدر بنون بالطول والهدوء والتحضير والاتزال حتى التايمينج بتاعه في قطع كرات هاي الصراحة وهو الاساسي في منتخب مصر والمدافع هو يعتبر افضل مدافع في السن ده طبعا محتاج يشتغل ويتطور اكتر في الفترة الجاية مش معنى ان احنا بنشيد ان احنا لا ده احنا بنشيد علشان عندنا ماتشين جايين مهمين صح صد وقت ديجل وزيد عايزين نزود اكتر وندوس اكتر الهدف التالت ونشتارك فيه كابتن حشيش والدكتور احمد سابت هدف حلو اوي 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 جملة رائعة للدعم من الاول رجع رجع هنا هوري الحضاكي التغيير اللي عملها وقف بس هنا مين اللي هناك ده عمر سيد معوض اللي معاه كورة مين رقم 10 اللي رايح له ده اللي هو شام مصطفى اللي هو كان على الورق جناح شمال في الشط الاول ده بيبعين لك تغيير طريقة اللعبة منه انه هو حولها الاربعة ثلاثة ثلاثة والجناح اليمن مين من رقم 17 اللي في الاخر الشمال ابراهيم عادل اللي هو كان بيلعب مهاجم فابدأ كمل بصوا عمر سيد معوض معاك كورة هو اللي بادئ الهجمة مين اللي بيشوله هنا داخل الجناح بيضم للقلب الجو ابراهيم عادل مين ابراهيم عادل بيشوله بازهال او ابراهيم عادل ده كان مهاجم في الشط الاول الشط التاني تحويل جناح شمال نقف بقى هنا. تحرك عمر سيد معوض. تحرك هنا. بعد ما إبراهيم استلم الكرة بشماله واستلام هنا بالشمال فتح له مساحة الرؤية. صح. يعني ما استلمش برجله اليمين. الشمال فتح الرؤية مرة تانية. بس تحرك عمر سيد معوض الجناح اللي بيدم الجوه. عشان كده انا كنت بتكلم في بداية الماتش. ان عمر سيد معوض لما بيدم للقلب بتقدر تستغله احسن. عمر سيد معوض جناح بيتحول لمهاجم تاني. هنا بص اهو كمل. هنا طبعا تمريرة ممتازة من إبراهيم عادم السيسكا ممتاز. كمان استنى على كورته احمد. لغاية ما المساك طلع يقابل. صح. وفضل حتة لجنب المساك التاني. يعني سندة الكورة الاول ملعبهاش بسرعة. استنى لما الرجل يجيله ولعبها في الحتة الفاضية. طبعا هدف جملة كمان معمولة دي برضو. احلى هدف. احلى هدف. يعني واضح ان هنا تفكير كمان. جناحين دخلوا للعمق. هنا الجناحين دخلوا للعمق. استغلت الايه? العمق الملعب. اللي ايه كانت مشكلة الشرط الاول عندنا. خلي بالك. النهاردة كان عندك اتنين في العمق. كمان الحلو في الهدف. المتابعة. انها كان المفترض انها تيجي من عمر معوض. اه. صح من الامس. اه. فكون كمان ان حسام يفكر. ويكمل يعمل فلو عليها برضو دي. تفكير هدف. طبعا. ولو ما جبنا اهداف الاهل والمقصة الاسبوع اللي كان فيه برضو هدف كده تكملة من حسام عادل. لو نجيبه يا جماعة. صحيح. لو نربط الهدف ده بالهدف ده. هنلاقي ان حسام عادل عنده عملية المتابعة. طبعا. دايما بيتابع في الكرة اللي هي. كمل فيها. فدي بصراحة تحسب برضو. طبعا. ده هدف. مهم او بالهدف. وبنسبة برضو حسام عادل. ده الهدف رقم. هو النهاردة سجل الهدفين. فده الهدف رقم 18 ليه في الدوري موليد 2006. طبعا. عسام عادل. اللي هو كان. كنا بنتكلم عليه ان هو مساك في المنتخب. وبيلعب مهاجم في النادي الاهلي. بيبتعد بصدرك. في حاجة برضو انا اعزا اقولها. في حاجة اعزا اقولها برضو. لما انت تقول يا احمد الاهداف. اهداف النادي الاهلي 74. والنهاردة طبعا. فيه تلت اهداف على 77. ما ننساش برضو ان فيه خمس اهداف. في الاتحاد السكندري. دول اتلغوا من النادي الاهلي او تشالوا من النادي الاهلي. بعد انسحاب. كان هيبقى بعد انسحاب طبعا الاتحاد. كان هيبقى عدد الاهداف فوق 8 هدف. ده اعتبر سكور كبير طبعا. يدل على ان الفرقة دي. فرقة بتلعب. فرقة بتلعب ناحية الهجومية. وبتركز على احراز الهدف. ودي حاجة ايجابية في المدير الفني واللعبين يعني. من اللافت نظرك يا كابتن حشيش من لعيب الزمالك. طبعا بنشيد بالحارس المرمى. رياض السنباطي. رياض السنباطي حارس مرمى الزمالك. لتصدى لأكثر من اللعبة النهاردة كان ممكن ندلقى لي. يزود بها عدد اهداف. ومن اللافت نظرك. الحقيقة ايمن رقم 12. رأس الحربة. ده لعيب كويس. ايمن احمد عبدالعزيز. لعيب متحرك. بياخد كرة وبيروح على الجن على طول. بيلعب مع زميله. فيهم اكتر من لعيب كويس. نص الملعب فيه برضو. محمد سيد لعب كويس. محمد سيد اللي احرز الهدف. بالضبط. اللعيب برضو كويس. وفي الحتة الهجومية بيكمل. عبدالرحمن كمال برضو. رقم 10. رقم 10. يعني هي فرقة فيها لعيبة كرة مميزين الحقيقة. ونقصين بس يعني شوات خبرات نتيجة لسه لصغر السن. يعني ان شاء الله يبقى قدام على مستوى كويس. عايز برضو اعمارة نعرض الهدف اللي دخل في مرمى اللي دخل في مرمى عمر كامل واحد من نجوم المباراة النهاردة. علشان مع نجومنا الكبار. للفترة اللي جاية او المطشين اللي جايين ازاي يصلاحوا الخطأ. الهدف اللي دخل فينا النهاردة. هل خطأ في التمركز. هل في الرقابة. الخطأ. جي ازاي برضو. يا ريت نعرض هدف نادي الزمالك. علشان. ده الهدف اللي دخل مرمى النهاردة. طبعا هي. انا عايز برضو عشان الولاد هما بيسمعونا او بعد كده. يعني كل واحد يعرف خطأ فينا عشان الفترة اللي جاية مهمة جدا. طبعا هنا كان واضح ان فيه دور فيه دربات ركنية بصراحة نادي الزمالك بيعملها بشكل كواس جدا. طبعا اعملوا خطورة علينا في اكتر من دربة ركنية. هنا المان طبعا مش مترقب خالص. انت هنا بتلعب بنظام المان. يعني هو موقف اه زون مع مان. ولكن هنا المدافع قدر يسرق رقم 25 اللي هو لعب الاهلي. لا يوسف اسلام. اسلام اغلب ان Binah esse咣呼 ن aktuell وهو عامل مجatamente git Brooks. يوسف اسلام لاعب كويس أو ماس بالطحمات وهو عملריび شكلة جيدة ولكن هو هنا هي لاعب نادي الزمالك قدر ان هو يقطع طويل القامة. اللي هو محمد السيد كمام. هو طويل القامة واسترق فى منتخب مصر محمد السيد ده اللي هو بيلاعب في نادي الزمالك استرد. مدافع نادي الأهلي وقدر يطع لجوه ويجيبها. طبعا الحارس هنا أنا شايفه بصراحة نجم المباراة عمر كمان واحد من جمال مباراة. لازم يعني تعلم المدافعين بتوع النادي الأهلي. بالذات في الكرة اللي زي دي. لما يكون فيه أطوال كمان يا وسامة. لازم أنا أخد ألعب كرة من الحركة. ملعبش. ملعبش من السبات. لازم أقطع قبل راس الحربة. لأن أنا لو قفت أنا ورس الحربة أو أي لعيب تاني وكان أطول مني. لو لعبنا هيبقى فرصته هو. طبعا أفضل يعني. إنما في الحالة دي لازم أن أنا أقطع من قدامه يعني. برضو من ضمن الحاجات المشروع اللي بيشتغل عن النادي الأهلي. وشوفنا النهاردة لعيب اسمه آدم سمير رقم ستة وعشرين في لعيب النادي الأهلي من اللعبة المميزة النهاردة. النادي الأهلي جاب اللعب ده في يناير الماضي من نادي المنصورة من جزيرة الورد. من جزيرة الورد من نادي المنصورة النهاردة ظهر بأداء رائع. فدي برضو من ضمن المشروعات اللي بيشتغل عليها النادي الأهلي في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. عايزة اتكلم عن لعيب النادي الأهلي الخطوط بقى دكتور سابت يا كابتن حشيش. اتكلمنا عن عمر كمان. عايزة اتكلم عن الخط الخلفي. الخط الخلفي كان عمر زكريا باك رايت. أحمد عامد عبدين. مازل احمد ضاير في الدقاءة لأخيرا نهاردة كان رائع. وفارس احمد الباكليفت. شفت الخط الخلفي ده الزيادة دكتور سابت. الخط الخلفي بتاع النادي الأهلي عمل ماتش كويس جدا. انا شايف ان احمد عبدين ده مكسب كبير قوي. هادي. لعيب هادي. كورته كويسة. بيحضر بشكل كويس. بيجيب بيكمل عنده عملية الزيادة. تقدر تستخدمه في الضربات السابتة. حتى معنا ليه حالة في ديئة تلاتة وخمسين لو نجيبها. في ديئة تلاتة وخمسين والثانية خمسة واربعين. انقاذ نموذجي. في ديئة تلاتة وخمسين ليه احمد عبدين. هايل جدا. اللعيب الثاني عمر زكريا اللي هو الباك رايت. ده صنع الهدف اللي هو في الضربة الركنية. مميز هجوميا برضو. عمل شكل كويس. ده الانقاذ لا. ده طبعا عمل. في ديئة خمسة وخمسين. ده عمر زكريا صنع الهدف التاني في قده بشكل كويس جدا. مزين احمد عجبني فيه روحه. بيلعب بروحه. بيلعب بقلبه. بيقاتل في الكرة بشكل كويس جدا. فارس احمد برضو لعيب مقاتل برضو. لعيب عنده روح. لعيب مقاتل عنده روح. يعني عنده عملية الزيادة الهجومية. وبيدفع بشكل كويس التغطية الدفاعية. بس انا شايف البارس فيهم قوي قوي. احمد عبدين بصراحة. ده خط بالنسبة لخط الظهر. خط الوسطة كابتن حشيش. عندنا يوسف اسلام. وهشاب مصطفى. وابراهيم عادل. وادم سمير. هنتكلم كأن رباعي في خط الوسطة النهاردة. يعني الحقيقة من الخطوط اللي كانت برضو كويسة. يمكن كان في الشوط الاولاني بس حتة الاستحواز كانوا يعني مش عاملينها بشكل كبير. على اساس يعني ادم سمير ويوسف اسلام ما كانش يعني الوجبات بتاعهم واضحة شوية. إنما برضو يعني عملوا شغل كويس بالنسبة للشوط الثاني. وخصوصا بعد احراز الهدف الثالث الفرقة راحت. تنساش برضو ان الفرقة دي زي ما سامر قال يمكن حصل مجهود كبير جدا من الفرقة دي اللي اللي عبين يوم الاتنين. فمجهود كبير في الشوط الاولاني والشوط الثاني. التكملة بتاعتهم. الشوط الثاني مع طبعا اصرار الزمالك على انه يرجع للمباراة الثانية. عشان كده سامر ابتدى يغير يعمل التغييرات الكثيرة. يريح بعض اللعبة اللي لعبت بصفة أساسية خلال الفترة اللي فاتت. عشان يقدر يرجع للمباراة الثاني. وفي نفس الوقت عنده مطشيل زي ما قلنا مهمين جدا. فقدوا طبعا مباراة كويسة في الشوط الثاني. معها بصراحة المساعدة من حسام وابراهيم. يعني ابراهيم وحسام كانهم بلعبوا اثنين راسين حربة. انما كانوا بيساعدوا الحياة في الحتة الدفاعية. يعني حسام بالتحدي كان بينزل نص الملعب. ابراهيم كان دايما نحي الشمال برضو بينزل يساعد ويدافع في اقصى الحتة الشمال بتاعتنا. الفرة كلها قدوا عليهم. عملوا مباراة طبعا مباراة قوية. دي اللقطة اللي كان الدكتور احمد سابت عايز تكلم عنها في الديئة واحد وخمسين. الديئة تلاتة وخمسين. الانقاذ الرائع برض. احمد عبدين عمل كذا انقاذ وربعض. عمل بلوك. بص هنا. هنا ده انفراد اصلا. نادي الزمالك. يعني هو كان متأخر عن المهاجم. قدر يسبقه ويحط جسمه صح وينقذ الكورة. يرجع دي برضو دليل ضربات السابتة عندنا فيها مشكلة. التماركز الدفاعي. دي الحتة اللي نقصانا. ونادي الزمالك مميز فيها. بص الكورة لما ارتدت المدافع كان راح ينفراد. كمل 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 كمل. وقف هنا بس. بص احمد عبدين اصلا المهاجم حطه في ضهر. يعني المدافع هو اللي في ضهر. بص احمد عبدين قدر ان هو يسبقه ويعمل البلوك. هنا دي. عشان كده بقول لحباك بيفكرني با احمد حجازي. احمد حجازي هو اللي مميز اوي في الحتة دي. في التاكلينج في التاكلينج دي. اه. رغم ان هو ممكن ما يكونش سريع اوي. بس هو عنده قدرة ان هو التوقع صح. والطايم بتاعه صح. والتاكلينج مميز. احسن شوية برضو. اه. يعني في السن الصغارة دي. اللي انا بقى بشيت فيه فعلا يعني هي بناء الهجمات. اه. الكورة من تحت ودي اللي بيفتقدها معظم اللعيبة في مصر. اللي بيلعبه في حتة المساك. وعنده شخصية. انك لما تلاقي مساك بيلعب كورة دي. بقيت عملة ندرة اليومين دول يعني. دكتور تتكلمنا عن كل الخطوط. متبقخ الخط الامامي. حسام عادل وعمر ساد معوض. حسام عادل طبعا هو يعني. احرز هدفين. احرز هدفين. عمر ساد معوض اتنين اسيست. عمل اتنين اسيست. اه. اتنين من نجوم. اتنين من نجوم الماتش. انا شايف ان عمر ساد معوض ده مكسب كبير هو النادي الاهلي مهاري. اه بيكمل جوه التمنتاشر. يعني شفنا في الجون التالت ده لما يكمل جوه المنطقة وقدر ان هو يتحول من جناح لمهاجم. لعيب عنده جرأة. لعيب مهاري. موهبة صعدة بكوة في النادي الاهلي. ولكن نقصوا حاجة عشان يبقى لعيب متكامل. هي الدور الدفاعي. لو زود حتة الارتداد الدفاعي عمر ساد معوض عنده. هيبقى جناح مختلف. هو لعيب مهاري قوي. هداف. كل مباراة بيلعبها. بيجيب هدف عالمي. بيعمل اسيست. بيكمل. ولكن لسه حتة الدور الدفاعي. لو موجودة كمان. ده الشغل اللي محتاج يطوره عمر ساد معوض في الفترة الجاية. لو طوروا. هيبقى لعيب متكامل. على العكس بقى. على العكس بسرعة عشان نديهم حقهم يعني. حسام وابراهيم كان لهم دور كبير قوي. في ان ما شفناش ولا واحد من من مدافعين نادي الزمالك في الزات المساكين. زات في نص الملحب. لانهم كانوا خايفين من ان الكرة تقطع. وقدامهم في حسام وابراهيم عندهم سرعات كبيرة جدا جدا. بيحاولوا يخبطوا في ديفنسينات الزمالك. ما بيخلهمش يلعبوا الكرة مرتاحة. وده خفف العبء عن نص ما لعبنا. ساعد في الحتة دي قوي. ما فيش زي ما بقولت زيادة من المساكين بتوعنات الزمالك. لغاية نص الملعب. لان زي ما بقولك. بلاقي حد ضغط علي اول باول. وبحس ان كمان عنده سرعات. يعني لو قطعت مني مش هكذا. فبيتخليني دايما وقف في مكاني. ما بفكرش في الناحية الهجومية. صح. عسامة عادل كمان يا كابتن عسامة. النهاردة بيوصل لهدف رقم 18. ده رقم كويس قوي. يعني احنا كنا بنتكلم. طب كده كابتن محمد وهب هيتعامل معه ازاي. هو انت جايل لك هد واحد من هدفين الدوري. جاب 18 هدف. وهو بيوظفه مساك. ما هي ده بص دي. ده اللغز الموجود. مش لغز. هو اللعب عنده مكانات كبيرة. لكن اتمنى ان شاء الله يوظفه صح. طبعا. علشان يقدر ياخد خبرات كبيرة في المكان الهلع فيه. رجل مبارا من وجهة نظر كابتن حشيش. طبعا. عمر كامل حرس المرمى النادي الاهلي مع احمد عبدين. هما الاثنين احسن اتنين. اه. مع حسام بصراحة. لان حسام غير الاهداف انه جاب هدفين. اه. عمل كمية جاري كبيرة جدا جدا. يعني. تلاتة يعني. تلاتة. 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 عمر كامل احمد عبدين. حسام عادل. وجهة نظر الدكتور رحمد سابت. الرجل مبارا بنسبالي عمر كامل. اه. صد الشوت الاول انفرادين. والشوت التاني انفرادين. وبعدين حتى لما غلت في ضربة الجزاء. اه. تسبب في ضربة الجزاء. صدها. رجع صدها. اه. وعجبني اولا وجبنا معلش ضربة الجزاء. واقفته في الاخر على الخط. على السبات. على السبات. ولا. حرس عنده رد فعلي كويس اوي. عمر كامل ده مكسب. احمد عبدين المساك تاني على تقييم بصراحة هايل. وجبها مدافع هداف. التالت برضو حسام عادل لانه سجل هدفين. دول افضل تلاتة. بعديهم وامر سيد معاوض لانه ستسبب في هدفين برضو للنادي الاهلي. انت قلته تلاتة. انا بقى ايها خليها اربعة ديه ضرب. ركلة الجزاء. بص ارجع ثانية وقفة الخط اللي هي لما مثبت رجله على الخط. دي حاجة بصراحة يعني دليل ان هو حرس مكسب. سيما قلت لحضرتك النادي الاهلي مصنع عنده مصنع في حراسة المرمى للنادي الاهلي. شفنا مصطفى مخلوف مماز او في الفين وثلاثة. شفنا مصطفى الكبير. شفنا محمد الشناوي. شفنا علي لطفي. شفنا محمد اشرف كوتو. دلوقتي بنشوف عمر كامل. في حمزة علاء في المنتخب الولمبي. انا اضم صوت لصوتكو. النهاردة رجل المباراة في النادي الاهلي عمر كامل. احمد عبدين. عمر معوض. وحسام عاد. النهاردة فتحيني المزاج شغية. تفل معنا. تفل معنا. وعمر معوض. ما شاء الله. النهاردة الاربعة يعني ادوا. وحسام برضو. عشان بس ندي الناس حقاها. كلهم كانوا عندهم حماس وعندهم ولابوا بقوة ورجولة. كانوا يعني تحت يعني. بس احنا لسه. يعني احنا قاموا تصدرين. لكن لسه عندنا ماتشين مهمين جدا. مباراة ودي دجل القادمة وزيد مباراة الختمية في الموسم. نتمنى ان شاء الله يعني تواصل المكسب والصدارة. ونقدر نبارك لفريق الفين وستة. وزي ما احنا النهاردة كان يوم سعيد وفور.